برجع وبكرر هذه الوصفات الطبيعية اللي عم بحكيها هي لا تلغي أبداً 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 لا العلم ولا التجميل ولا ما شابه ذلك لا تلغي البوتوكس لا تلغي الفيلر هلا بدي أحكي عن وصفة شوفوها آخر الفيديو عن تساقط الشعر الوصفة اللي كانت قبل فيديو هين ثلاثة يشوفوهن كانت عن خمير تلبيرة وتأثيرها على البشرة وقلت لكم لتخفيف تجاعيد خطوط رفيع المسامة الواسعة عادة نظهر البشرة وتوحيد لون البشرة يقولون دايماً كمان هذه الوصفة بتزيد سماكة البشرة اللي بيعرف يعرف اللي ما بيعرف يقول كاف عدس ولكن بالمقابل كل هذون اللي عم نحكي عنهم هذون بدهم تطبيق مستمر مش مرة ومرتين في منهم بيوصفون بقالوا بديل بوتوكس لاني ما بيعرفوا محترامي شو هو البوتوكس بديل فيلر مثل واحدة اسماتها عم تحكي انه بديل بوتوكس حول العين ما في شي اسمه بوتوكس حول العين الا بمقادير بسيطة جداً 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 وهو هو لا يؤثر على الهالات ما بيأثر البوتوكس على الهالات الموجودة حول العين الهالات هذه قصة تانية وحكي تانية طويلة كتير لفكرة بهذا الموضوع غايلود هاوزر هو احد اللي كانوا من القرن الماضي اربعينيات القرن الماضي كان يلجأ لهالاشياء الطبيعية هو احد الاشياء اللي بتزيد حجم الوجه الرقبة الصدر هذه المناطق منها زيد السمك زيد كبد الحوت وخميرة البيرة خميرة البيرة في قلها طريقة لتستخدموها حتى لو قلها التأثير موضي لها التأثير موضي ولكن مع الاستخدام المتكرر المش مرة ومرتين وتشوفوا اضافة اللي بدي احكي عنه مشان ما ننسى الفيديو الصحة العامة لازم تكون مظبوطة لازم تكون صحتك ما بتشكي من امراض وتجي تقلي او طبيعة اكلك والغذاء انا في عندي قناة مخصص نصها هي لالجراحة التجميل والبوتوكس والفيلغ وما شبه ذلك هي القناة الاساسية وبحكي عن التغذية المتغذية العلاجي فلازم يكون انت تأثير اساسك من جوة لما رح احكي عن هذه الوصفة لتساقط الشعر لازم يكون مع ما عندك مشكلة ثلاث ملاعق من الخردل المطحون رح نحطهم تقريبا بطنجرة تقريبا لتر مي رح نغليهم مع نصف بصلة رح نتركهم يغلو تقريبا شي نصف ساعة بعدين من صفي هذه المي ممكن نضيف الها ماء زهر وماء ورد لنخفف ريحة منحطهم ببخاخة ومن الرش الفروي فيها طبعا بشرط ما تكون تشكي من امراض ما عندك اسباب بتسبب تساقط الشعر ما رح اقول لك على هذه الوصفة وعندك مشكلة طب قوة وخبروني بالنتيجة بعد شهر من الرش الفروي صباحا مساء وخبروني من نتيجة اذا بالنسبة للتساقط وبالنسبة للتطويل ولا اعادة الامبات الشعر موسيقى 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 موسيقى